بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدكتور طارق شهوقي قال في المؤتمر النهاردة ان ما فيش رسوب في تانية سنوية قال كده بالنص ان لا توجد لغة رسوب ونجاح في نتيجة الصف الثاني السنوية وقال ان الكل طالب له مستوى حققوا في نتائج التعلم ظهر من خلال الالوان والارقام في النتيجة وقال كمان ان الارقام في نتيجة تانية سنوية من ربعمية هو علم كبير بيقوم بي مركز الامتحانات مشيرا الى انه يمنح الشهادة اكثر دل اللي يهمنا ان هو قال ما فيش رسوب ونجاح في نتيجة تانية سنة وكل طالب له مستوى معين وقال ان التنافس على دخول الجامعة بين الطلاب يكون من خلال برضو التقديرات وبالتالي عندما يكون الطالب الاول حصل على سبعين في المية هيلطحك بكلية الطب يعني حتى لو رقم واحد على مستوى الجمهورية اكتر حاجة ييبها سبعين في المية هيخش طب والشهادة اللي تم تصميمها للطلاب مهمة جدا لان هي تمنحه بالقدرة على معرفة مستوهم الحقيقي المفروض ان النظام الجديد او النتيجة الجديدة هتتفعل الرابط بتاع الموقع وهتشوفوها بالشكل الجديد قال ان 60 الف طالب بما يعادل 10% حاولوا الغش في الامتحانات من خلال الدخول بكود امتحان زميلة وكانوا بيحاولوا الغش عن طريق الواتساب مما اثر على سيستم الامتحان وعندنا قائمة بأس معه وجه كلمة برضو لأولياء الامور قال ينسوا لغة الارقام ومجموع دخول الجامعة وناجح وراسل يعني بيأكد انه مش هيبقى فيه ارقام ومش هيبقى فيه نجاح ورش قال في نظام التقييم الجديد او نظام التابلت الجديد بيستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب مؤكدا ان الامتحان قياس لمستوى الطالب ويستطيع تحسينه من امتحان للتاني ده كلام وزير التربية والتعليم النهاردة في المؤتمر الصحفي الطارق اللي عقدوا عشان التخبط اللي حاصل في نتيجة تانية سنوية واكد على نقطة مهمة قال ان تم اتاحة التظلم على نتيجة النتيجة الالكترونية يعني اللي امتحنوا بالتابلت كان قال ممنوع نعمل تظلم لا قال ان الحكاية دي الوقت التظلم ممكن تعمله لو في عندكوا اي مواد واعين فيها اللي امتحنوا تابلت يقدروا يعملوا تظلم من خلال فيه زرار كده موجود في النتيجة مكتوب عليه تظلم او اعادة رصد للدرجات او اعادة تصحيح الولاء موضحا ان نسبة استعاب الطلاب كبير جدا وبفوق توقعوا الاهالي قال ان فيه طلبة شطرين جدا وما فيش قلق من التصحيح وقال ان هيتم توفير دروس الكترونية للطلاب من خلال الوزارة والتدريس هيكون من خلال الوزارة في النص التاني نحن ناثق في الطلاب ونقول الاهالي اتطمنوا اولادكو شطرين جدا لسا مكملين مع المؤتمر وهنشوف ينتهي على ايه لو ما اشتركتش في القناة اشترك عشان تابع معانا كل جديد